السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد سعيد من قناة تأسيس بدون تعقيد ان شاء الله نهار دا هتكلم عن الدرس الرابع للصف الرابع لتدائي دراسات المنهج الجماعة زي القديم بالزبط لكن هو في العلوم جايب لي اول 3-4 دروس منهج جديد عشان يعرف الناس يعني ان احنا ايه مطورين في المنهج وفي نفس الوقت كمان في الاندراسات جايب لي المصادر الاولية والمصادر الثانوية انا شايف الناس قال انا يا جماعة احفظ ابن ازاه concentrated يا جماعة المصادر الاولية حد شاهد على الحدث يعني مسلا جريمة قتل حفل كرونات السويس حفل ايا كان المصدر الاولي حد شاهد الحدث حد صور فيديو وقت الحدث ده حد كتب مقالة وقت الحدث ده حد صور صورة وقت الحدث ده حد يتكلم كل موقع الحدث ده فده اسم مصدر اولي تمام زي مسلا البرديات والنقوش ايام الفرعنة على المعابد ده حدث اولي لان الناس كانت معصرة الحدث لكن الحدث الثانوي حد جه بعد الحدث وكتب عنه وليكن مثلا ثورة يناير كتب 25 يناير 2011 فهي واحد دلوقتي يتكلم مثلا عن ثورة يناير يكتب كتاب فده محضرهاش ده بيكتب ده اسمه مصدر ثانوي تمام مصدر ثانوي فما تشغلوش بالكم تمام والدرس الاول الخريطة طبعا ده منهج قديم الخريطة لها عنوان وليها رموز وليها اهمية وليها استخدامات فنفهم الدرس ما نحفظش الدرس بعد كده محافظات مصر دي كانت موجودة في المنهج القديم تمام وهنشرحوا الدرس ده بقول لي تفاعل نظرا الاتساع مساحة الدول تم تقسيمها الى مناطق تسمى ولايات كان زمان بسمها ولايات وبعدين المقاطعات دلوقتي محافظات مصر دي كبيرة جدا جدا ما ينفعش واحد بس يحكمها تمام وليكن محافظة شرقية ليها واحد بيحكمها محافظة الاسماعيلية ليها رأي محافظ بيمسكها محافظة المنوفية القاهرة الجيزة عشان الدولة كبيرة قسمناها الى محافظات يعني محافظات يعني مقاطعات يعني مقاطعات حتد اماكن صغيرة كده كل مكان مسكوا حد معين طيب تضم مصر عدد من المحافظات المختلفة كم محافظة منها هتعرف مش عارفين احنا الوقتي هو بيجيب لك السؤال عشان انت ايه وانت شغال في الدرس تعرف تطلع المحافظات اين تقع محافظك بالنسبة لواكل المحافظات انت برضو مش عارف احنا الوقت عندنا محافظات الواجه البحري ومحافظات الواجه القبلي ومحافظات جنوب سيناء حنشوف دلوقتي ده كله هاي جزة طيب تعال نشوف بس الموبايل بايد وبصور بايد هل تعلم او تعلم ما محافظات مصر يعني محافظة اصلا بقول لي هي مساحة من الارض تضم مجموعة من المراكز والاحياء مساحة من الارض محافظة شرقية دي مساحة محافظة قايرة دي ارض مساحة فيها شوية مراكز تمام المركز اقل من محافظة شوي وهنا عرف دلوقتي لكل محافظة حدود ادارية يعني ايه حدود ادارية بقى بص سياسي دي احنا خدنا قبل كده حاجة اسمها حدود سياسية يعني ايه حدود سياسية بين مصر وليبيا في حدود تمام بين مصر وليبيا في حدود ولياكم ادي مصر وادي ليبيا تمام النص هنا كده في حدود دولية ما ينفعش حد يخترقها ده اخر مصر وده اخر ليبيا اللي دي يتعدى على ده ولا دي يتعدى على ده دي اسمها حدود ايه سياسية ايه حدود سياسية هي التي تفصل بين الدول دولة ودولة موضوع كبير لكن الحدود الإدارية لا هي الحدود نفس الحكاية محافظة الإسماعيلية هي ومحافظة الشرقية هي الفاصل بينهم الاثنين تمام ده اسم الحدود الإدارية ايه هي الحدود الإدارية هي الحدود التي تفصل بين المحافظات ملهاش تعريف معين في الدرس بس عامل لي أزرق عليها دي مهمة المدرس اللي بيذاكر أو بيطلع المعلومات من الدرس الحدود السياسية مش موجودة في الدرس ممكن تفاجئ تلاقي بعد كده في الامتحان بقول لك عرف الفرق بين الحدود الادارية والحدود السياسي انها رب يا ضل ما خدش حاجات دي. عشان كده بقول لك المنهج لا يعتمد على الحفظ. انت افهم يعني ايه حدود سياسية? يعني هي الحدود التي بين الدول بين دولة ودولة. الحدود الادارية حدود بين المحافظات داخل الدولة. خلاص? ودي خريطة مصر. زي احنا شايفين محافظات مصر هيت. دي المحافظات كلها. ده نهر النيل. وده البحر الاحمر البحر متوسط ده لبيا هنا كده بتحد دنا. تمام? وهنا السودان. دي محافظة ايه? محافظات مصر. تعال نشوف. بقول لي عندك تلات انواع من المحافظات. او تقسيم مصر كلها تلات انواع. عند محافظات الوجه البحري. ولازم تحفظهم. ومحافظات الوجه القبلي. لازم تحفظهم. ومحافظات الحدود. يعني حدود يعني بين الدولة التانية. يعني شمال سيناء بيننا وبين فلسطين مسلا. او سيناء بنا وبين فلسطين. وهكزا. احفظهم ازاي يا مستر? الوجه البحري واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتنشر تلاتاشر محافظة. الوجه القبلي هنكتفقوا كده تلات اشر محافظة وتحفظهم. الوجه القبلي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. هكتب هنا تسعة. المحافظات الحدود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة نجمع بقى خمسة وتسعة كم? خمسة وتسعة اربعة وتسعة بتاع ليه في اكتر من كده? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمسة وتسعة اربعة واشر اربعة واشر تلات واشر سبعة واشرين. مكان تسعة واشرين. تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمانية تسعة عشر. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. تمام? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تمام. ما عرفش هنا الوضع الجديد موجودة? موجودة موجودة. تمام? دي بقى دول كام? سبعة وعشرين ايه? سبعة وعشرين محافظة. ما عرفش ان عدناهم انا وهنا هي عادتهم سبعة وعشرين محافظة. تمام? الوجه القبلي البحري هعرفهم. احفظهم. الوجه القبلي احفظهم. نرجع بقى للسؤال اللي كان في جاي او في اول درس اقول لك كم كم عدد محافظات مصر? كله سبعة وعشرين. اين تقع محافظة? محافظتك هتكلم عن نفسي. محافظة طلع فين? تقع فين في الوجه البحري في الشرقي. تمام? خلاص? واجيب لي هنا اسئلة. بقول لي كم يبلغ عدد المحافظات? عدهم اكتبهم. كم يبلغ عدد المحافظات في شفا جزيل سيناء? طيب ده السؤال انا مش باين مش واضح. كم محافظة? واحد اتنين. شفا جزيل سيناء? شمال سيناء وجنوب سيناء. تمام? وما اسمقها? اتنين. شمال سيناء وجنوب ايه? سيناء. اذكر مثالين يا كل من محافظات الوجه البحري ومحافظة الوجه القبلي ومحافظة حدود الصحراوية. البحري اي مثال. اي مثال من فوق. تمام? طيب. ما هي عاصمة جمهورية مصر العربي? ما هي عاصمة جمهورية مصر العربي? يعني هي عاصمة? يعني المكان اللي في الخدمات كلها وهي تمام عاصمة القاهرة. عاصمة جمهورية مصر العربية هي الايه? القاهرة. يبقى لما اجي اسألك سؤال يقولك ما هي عاصمة محافظة القاهرة? هتقول عاصمة جمهورية مصر العربية هي مين القاهرة? طب في اسباب خلت الناس على مر التاريخ. على مر التاريخ دايما القاهرة هي العاصمة الايه? بتاعة مصر. سواء عصر قديم او حديث. ايه السبب علل موقعها المتميز? فهي نقطة التقاء الوجه للبحري بالقبل. ما كانها كويس جدا جدا فعشان كده هي بيختاروه. كان زمان عشان ايه? يعرفوا ي ا ا ا ا ا ا يواجهوا الثورات او السيطرة على ايه? الثورات. تمام? يبقى علل? يعني اعلل ليه يعني? ليه? بما تفسر ليه? وضح ليه? لماذا يتم اختيار القاهرة على مر السنين? هي عاصمة لمحافظة القاهرة بسبب موقعها المتميز فهي نقطة التقاء الوجه للبحري بالقبل. طيب القاهرة فيها ايه? القاهرة فيها اثار وفيها وزارات لانها العاصمة وفيها مراكز. تعال نشوف. اثار زي قلعة صلاح الدين الايوبي زي مسجد عمر بن العاص لما يجيه مصر بنى بنى المسجد والكنيسة المعلقة اللي تم بنائها تمام ايام العصر المسيح. طبعا احنا عارفين مصر اول كده كان اول كده جاهل رومان وبعدين اليونان او اليونان وبعدين الرومان وبعدين المسيحية وبعد كده ايه? الاسلام. الكنيسة المعلقة التي اقيمت على انقاض برجين من ايام ايه? الحضارة اليونانية فين? هنا في مصر. طيب الوزارات تتركز معظم وزارات فيها زي وزارة التربية والتعليم مثلا. ليه? لانها العاصمة. تلاتة فيها مراكز. زي مراكز تجارية لانها العاصمة. تجارة مراكز صناعية مصانع مراكز ثقافية زي المكاتب المكتبات والحاجات دي. تمام? سهلة جدا جدا عند الوقت. تهتم الدولة بتطوير الكاهرة من خلال اقامة المشروعات. وضح او دلل يعني دلل. حط دليل ان الدولة بتهتم بمين? بتهتم بالمشروعات. هقول له مثلا تطوير حي الاسمارات. تمام? تطوير حي السيدة زينب. تطوير محور روض الفرج. يبقى ده دليل ان دللت له او وضحت له. ازاي الدولة بتهتم بمين? بالمشروعات. طيب كما تقوم مصر حاليا بانشاء عاصمة ادارية جديدة. العاصمة الادارية علل. 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 ليه? وضح بما تفث. ليه? للدولة بتقوم بانشاء العاصمة الادارية الجديدة. ليه? لتخفيف الضغط والسكاني والتكدس على الايه? العاصمة القديمة. تمام? بياخدوا الناس كلهم من هنا وديهم هناك عشان نخف الضغط هنا. السؤال ممكن مش يجي مباشر. تمام? انشأت العاصمة الادارية الجديدة لتخفيف الضغط السكاني على القاهرة. صح ولا غلط? تمام? فانت ما تحفظش افهم الدرس. افهم الدرس. نقل بالصفحة. بعد كده بقول لي افهم. واتطبق. استعن بخريط محافظات مصر. صادة خمسة واربعين. احنا شوفناها وراء. واختر محافظة اخرى من المحافظات اللي تعيش فيها وقارن بينها ومسترشنة المثال التالي. يعني هو جيب لي هنا ايه? المحافظة اللي تعيش فيها الشرقية. جيب لي تقع ضمن المحافظات الوجه البحري. يحدها شمالا بورسعيد. طب احنا عافية للتجاهات. شمالا جنوبا غربا شرقا. انت شوف المحافظة انت عايش فيها فين? وشوف اللي حدود بتاعتها وكتبها هنا. تمام? بعد كده هات محافظة تانية غير اللي انت عايش فيها اتكلم عنها. سهلة جدا. تمام? سهلة جدا. طيب. بعد كده بقول لي تعالى بقول لي تعمق في الفهم ما نظام تحديد المواقع العالمي. احنا خدنا في الدرس الاول الجي بي اس. الجي بي اس هو نظام عالمي لتحديد المواقع. انا رايح مسافر المكان. فمش عارفة بدخل العنوان على البحث. وهو يبوصلني. يقول لي يمشي مين? شمال? اي هو الاختصار بتاعها. تمام? واحنا قلنا لازم المدرس يبقى لامم بكل الموضوع. يبقى مدرس رياضيات ومدرس انجليش كل حاجة. ليه? global positions system. global يعني عالمي. اخدنا منها حرف الجي. position يعني مواقع. تحديد مواقع. اخدنا منها حرف البي. system اخدنا منها حرف الاس. يبقى جي بي اس. مش بعيد يقول لك في الامتحان اكتب او علامة تدلوا هذه الحروف الجي بي اس. بنشوفها كتير جدا جدا في برنامج العباقرة. برنامج العباقرة. بنشوف بقول له سؤال اختصار الجي بي اس. ممكن تلاقيها في الامتحان. انت شايف معلومة تحطط في الكتاب. ممكن تلاقيها في الامتحان. انت مش حطط دي في دماغ خالص. global position system. global position system. يعني نظام تحديد المواقع العالمي. طيب. النظام ده احفظ بقى او افهم. بيستخدم في تحديد المحافظات واحدودها. انا المحافظة الشرقية مسلا السمعالية القاهرة. هاعرف من خلال ايه? من خلال البحث بتاعها على الجي بي اس. تحديد عنوان وموقع ومكان مي. انا رايح مسلا اول مرة اروح مكان انزل الهرم مسلا او مرة اروحه. بدخلو على البتايع وامش العربية ووصلني. تحديد الاماكن. اي مكان انت رايحوا بيوصلك ليه. تحديد الاتجاهات السياري. يمينا شبانا شرقا غربا. سهل جدا جدا دي استخدامات الجي بي اس. تمام? جلوبال بوزيشنز. بوزيشن بوزيشننج عفوان سيستم. جلوبال بوزيشن بوزيشننج سيستم. تمام? طيب. ويتم ذلك باستخدام الاكمار الصناعية. تمام? طيب. ده بالنسبة ايه? ليه? النوع التاني. هو تقريبا كده الدرسي خلص. هنا بقول لي ايه فهم مطبك؟ مهارات حياتية. قابلت في محافظتك ثلاثة سائحين. هو بجيب لك نوع الاسئلة. يعني هو مش جيب لك سؤال دايريكت. مش اكتب وعرف وما هو. لا 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 لا. خلاص انتهى عصر ده. قابلت في محافظتك ثلاثة سائحين يريدون زيارة اماكن اخرى في الاكسر. اقرأ المعلومات الخاصة بكل شخص. واكترح على كل سائح منهم موقع ان يزوروه. ويتناسب معه. اذكر اسم المحافظة التي يوجد فيها الموقع. ثم حدد اتجاهات السفر. انطلاقا من موقعك الحالي. يمكنك استخدام نظام تحديد المواقع العالمي. او خريطة المساعدة. الزائر. تمام? لينا سائحة من اندونيسيا. اتت الى مصر لمشاهدة المعلم الاثري الاكثر شهرة في مصر. اللي هو ايه? الهرام وقت. فيليب سائح من اسبانيا. يجب يحب السباحة والغطس يودوا الاستماع. الاستمتاع بشواطئ البحر الاحمر. روبرت سائح من الولايات المتحدة. الامريكي لديه رغبة في زيارة اشهر المشروعات في مصر. الموقع اهرامات الجيزة. المحافظة الجيزة. الاتجاهات انطلاقة بموقعك. تمام? هتدخل. دلوقتي حالا. انت موجود في اي مكان. هتقول انا عايز روح اهرامات الجيزة. هتجي لقى تلاقي الجي بي اس. جايب لك خريطة. شوف هو هيمشيك فين. تمام? نفس الحكاية. اكتب من محافظتك. شوف عايز روح يحب السباحة والغطس يودوا الاستمتاع بشواطئ البحر احمر. اكتب من مكانك اكتب الشرقية. مسلا او اسماعيلية او اي ان كان. وبعدين محافظة البحر احمر. شوف جوجل هيوصلك لفيه. بعد كده زيارة لديه رغبة في زيارة اشهر المشروعات الجيدة في مصر. هروح القاهرة. هيروح في القاهرة. ده الدرس يا جماعة. ما في وش حفظ ولا في اي حاجة خالص. اهم حاجة نفهم. تمام? اي تدريبات سهلة جدا. ما فيش اي كلام. تمام? الحصة الجيئة ان شاء الله هناخد على مصر. ونعرف يعني ايه على مصر. اشوفكم على خير ان شاء الله. لو حابين نكمل ما تنساش لايك وشير. عشان نكمل وكامل. سلام عليكم.